ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عملت على تأسيس بوابة لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المدفوعة والاستعلامية كدفع ضرائب الأملاك وبراءة الذمة والتأمين الصحي ودفع المخالفات وغيرها من الخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار حماية معلومات المستفيدين اطلقنا مشروع الدفع الإلكتروني أو الخدمات الحكومية الإلكترونية في 15-1-23 وحاليا البوابة هي متاحة لكل المواطنين الفلسطينيين الموجودين داخل الوطن يوم احنا عنا تقريبا 21 خدمة حكومية تقدم من حكومة للمواطنين هذه الخدمات طبعا خدمات مدفوعة وخدمات استعلامية بتشمل عدة قطاعات عنا طبعا قطاع وزارة المالية في خدمات هي دفع ضريبة الأملاك وبراءة الذمة عنا كمان خدمات لوزارة الصحة من التأمين الصحي أما المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي فيواجه حملات ممنهجة لمحاربته من قبل إدارات شركات وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وتيك توك وغيرها إذ تفرض خوارزميات هذه المواقع قيودا كبيرة على المحتوى الفلسطيني تتمثل بالحذف والحظر أو تقييد النشط ما يسمى بدكتاتورية الشركات وقانون الفيسبوك الإسرائيلي الذي أقره الكنيسة في عام 21 أنه يضغط على الشركات الكبرى مثل التيك توك والتويتر والفيسبوك بأن تحارب المحتوى الفلسطيني وهذا ما يجري حاليا بعض المحاذير الذي يضح الفيسبوك على سبيل المثال هي في ظاهرها هي معايير مهنية على سبيل المثال أن لا يكون هناك محتوى يحرد على القتل وعلى العنف وعلى الإرهاب وهي معايير في ظاهرة قد تكون مهنية ولكن هي في باطنها هي لمحاربة المحتوى الفلسطيني وتقييد وصول المحتوى الفلسطيني حتى على المستوى العالم وعلى المستوى المحلي وكلنا يذكر في غزة في العدوان الأخير على الغزة وفي نابلس عندما تم اغتيالات في نابلس وجنين كيف صفحات الفيسبوك تقوم بتقييد المحتوى وإزالة المحتوى وهذا جزء من حرب الرواية والهجم على الرواية الفلسطينية هذه الورشة تأتي لمعالجة النقص في جوانب تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالقانون الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على عدة جوانب كحفظ الأدلة الرقمية ووصولها للقضاء بالشكل السليم وواقع حماية المستهلك في عقود تزويد الخدمات الإلكترونية في فلسطين وحماية البيانات وتعزيز الأمان الرقمي